مشاهدين ولمناقشة أبرز ما دار في الجلسة النيابية اليوم ينضم إلينا مباشرة من بغداد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة. سيد عمار أهلا بك معنا. بداية ما هي أبرز أسباك بكم في الاعتراض على مصادقة الحسابات الختامية للأعوام 2018 و2012؟ طبعا المحالة من الحكومة إلى البرلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتراض على طريقة التصويت. لأننا نفهم من النص الدستوري. نحتاج إلى قانون. قانون يتضمن قراءة أولا وقراءة ثانية وتصويت. وليس قرار بجلسة واحدة. لأن المادة الدستورية تنص على أن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازن العامة والحسابات الختامية لإقرارها. إذن يوجد خطأ في الطريقة التي اعتمدت. وتوجد ملاحظات موضوعية. لأنه يوجد خلل ومخالفات جسيمة أشار لها ديوان الرقابة المالية. وأوضح ما أشار له تقرير الرقابة المالية. بخصوص سلف خارج التخصيص لسنة 2008 بمقدار تسعة وأربعة بالعشرة تريليون. ويقول الديوان الرقابة لم يتم تزويد الديوان بتفاصيل هذه السلف. بإدعاء أن الأوليات قد احترقت نتيجة تعرضها لحادث تفجير. معنى الموضوع يكتنفه الغموض والإبهام والإجمال. نحن في موضوعات أقل أهمية. حتى لو فرضنا أن الطريقة هي مصادقة بقرار وليس بقانون. ولكن موضوعات أقل أهمية تأخذ نقاش أطول. وأحيانا تحال إلى لجانة مختصة لإنضاج الموضوعات التي تطرح حتى لو كانت على مستوى قرار. أيضا بخصوص الحساب الختامي لعام 2009. أكثر من سبعة تريليون أيضا غير واضحة. أوليات صرفها ومواردها. وخمسة واثنين بالعشر لحد اليوم يقول الديوان الرقابة المالية. لم يجري تسوية هذه الحسابات بشكل نهائي وواضح. إذن توجد إشكالات على الطريقة وعلى موضوعات ما تضمنه تقارير ديوان الرقابة المالية. سيد عمر كيف تم التصويت عليها في البرلمان؟ إذا تم التصويت فغالبية النواب سيكونون مع قرار التصويت. خلاف لما صرح بمازن المازني النائب عن كتلة الأحرار. وخلاف لما تقول بأنه الموضوع متشابك وفيه الكثير من المغالطات. كيف تم التصويت بالأغلبية إذن؟ والله إنا اعترضنا لأكثر من مرة. وواحدة من الاعتراضات قلنا غير منطقي وغير معقول أن يطرح نقاش حسابات ختامية لأربع سنوات في جلسة وخلال ساعة واحدة. هذا أمر مثير للاستغراب حقيقة على الأقل نفرض لكل سنة حسابات ختامية لكل سنة مناقشة في جلسة وتعطى الفرصة للنقاش بجميع التفاصيل حتى تصاغ توصيات ملزمة. واضح سيد عمر ولكن سؤالي كيف تم التصويت عليه بالأغلبية؟ أنتم فقط من كان لديكم هذه الملاحظات؟ ماذا عن بقية النواب؟ ماذا عن بقية الكتل؟ ماذا كان رأيها من خلال تواجدك في مجلس النواب؟ أنا بيّنت هذه الملاحظات والمحاذير. وحاولي الثاني وتأجيل التصويت حتى يناقش بشكل أكثر عمقا. والوصول لتوصيات أكثر إلزاما ومعالجة لأي هدر أو غموض أو إجمال أو عدم وضوح. ولكن لم أفلح ولم نفلح بالنهاية. أدينا ما علينا. هذا ما استطعنا عليه. يعني مثلا نفهم أن هناك اتفاق بين أغلبية الكتل الموجودة في البرلماء. لذلك تم التصويت على هذا الموضوع؟ مواضح الصوت عذرا. سيد عمار. يبدو عن الاتصال انقطع مع السيد عمار. سيد عمار هل ما زلت تسمعني؟ أفهم من كلامك أن هناك اتفاق بين أغلبية الكتل أو نواب المتواجدين لتصويت على هذا الموضوع لمصالح مشتركة مثلا؟ أنا أقول أن التصويت كان مستعجل. وأن الموضوع كان ذا أهمية تحتاج لمجيد من النقاش. أما التحليلات فهذه نتركها لكم ولغيركم. أريد أن أسألك خلال استضافة البرلماني اليوم لوزير التربية محمد إقبال. كيف تقيمون إجابته أيضا بشأن قضية الكتب المدرسية؟ يعني الأجوبة التي طرحها غالبها تركز على أن هناك التزام دوري يعتمد على أساس تقييم مستويات ونسبة النجاح. وعلى أساسها يعاد النظر بتغيير المناهج. ولكن هذا المبرر الحقيقة غير كافي وغير مقنع. خصوصا مع وجود علم مسبق بوجود شحة وتقشف وقلة تخصيصات مالية. وأن عملية إعادة المناهج تحتاج إلى تخصيصات مالية. فأنا الأجوبة حقيقة لم أرها كافية. لأنه يوجد علم مسبق بشحة وقلة التخصيصات. فالإقدام على تغيير المناهج وإعادة الطبع سيصطدم بهذه الصعوبات. قطعا باعتبار أن الصورة واضحة مسبقا قلة التخصيصات مالية. واضح كنت معي مباشرة من بغداد رئيس كتلة الفضيلة نيابية عمر طعما. شكرا جزيلا لك.